عبر خدمة السكايب ينضم إلينا من مدينة بون الألمانية عارف جابو الكاتب الصعفي والمحل السياسي سيد عارف أهلا وسهلا بك في القاهرة الإخبارية إذن هو قطاع هام قطاع رئيسي في ألمانيا قطاع الطيران تأثر بشكل واضح بالمطالب التي تطالب وكانت تطالب ولازالت ربما تطالب بتحسين الأجور وأحوال المعاشية في ألمانيا إلى أي مدى تأثرت ألمانيا وتأثرت حركة الطيران من وإلى ألمانيا بهذا الإضراب؟ طبعا تأثرت كثيرا وبشكل كبير جدا حين يتم إلغاء أكثر حوالي 2350 رحلة وأكثر من 300 ألف مسافر هذا رقم كبير جدا أثر بشكل كبير على الحركة في المطارات الألمانية وهي كلها مطارات رئيسية ومن كبريات المطارات في ألمانيا تأثرت بشكل كبير حتى المسافرين ولذلك العكاسات اقتصادية أيضا وهي طبعا تدخل في إطار الكسر العظم بين النقابة بين أرباب العمل لكن تجدر الإشارة أيضا من المهم أن الإضراب استثناء الرحلات الجوية الطرارية الاستثنائية المتعلقة بنقل المساعدات الإنسانية إلى تركيا وتلك المتعلقة بنقل الضيوف إلى مطار أو الرحلات الخاصة إلى مؤتمر ميونيخ للأمن ورحلات الطارئة سواء العسكرية أو المدينة تم استثناءها من ذلك لكن الرحلات العادية كلها تم إلغاؤها في هذه المطارات لمدة أربع وعشرين ساعة وسيكون لهذا العكاس على حركة الطيران حتى خلال ربما يومين قادمين حتى تعود الحركة إلى ما كانت منتظمة ما مدى مساحة حركة الحكومة تجاه هذا الإضراب؟ هل من المتوقع أن تلبي الحكومة مطالب العمال مطالب المضربين في هذه المطارات أم هناك توقعات ربما بزيادة رقعة هذه الإضرابات لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى؟ ليست الحكم وإنما الباب العمال والشركات المعنية التي تشغل المطار والشركات الطيران هي المعنية التي تفاوض النقابة على رفع الجوية طبعاً لازلت المعركة في بدايتها إن صح التعبير لحيث يطالب الموظف والعمال أو النقابة تطالب بزيادة قدرها 10.5% بما لا يقل عن 500 يورو شهرياً لكل موظف وكل عام لأنك أرباب العمل يعني يرون أن ذلك كثير جداً في ظل الأوضاع الراهنة وفي ظل التضخم لكن النقاب أيضاً تصير على ذلك لكن ستستمر ستكون هناك جولات من التفاوض وربما وساطات من بعض الوزارات أو بعض الأطراف الأخرى وبعض الشخصيات المعارفة التي تمكن تتدخل لكي تم التقريب بين وجهات نظر وفي النهاية يعني سيصلون إلى حل وسط لكن إذا لم يتم الوصول إلى ذلك سأر النقابة ستصعد وربما نشهد ضرابات أخرى وفي قطاعات أخرى ليس بالضرورة في المطارات كان الآن في المطارات ربما مستقبلاً في بعض القطاعات الصحية وقطاعات الخدمية الأخرى كما أن نائبة رئيس نقابة فيردي التي تقود هذه الإضرابات والمفاوضات يعني هدتت وقالت إذا لم تم الوصول إلى حل وتوافق ربما تشهد المطار الألمانية فوضى في فصل الصيف فصل الإجازات وهذا ينعكس بشكل كبير على شركات الطيران وعلى الناس وأرباب العمل يخافون من ذلك كما حدث الصيف الماضي طيب لا شك أن هذه الإضرابات هذه المطالب تأتي على خلفية تضخم الحادث الحاصل في أوروبا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لأي مدى يمكن لهذه الإضرابات أن تضغط على الحكومة الألمانية التي قال المستشارها الألماني أو المستشارها قال منذ ساعات قليلة في مؤتمر بيونخ الأمن أنه قدم دعماً مالياً لأوكرانيا قرابة 12 مليار يورو خلال الأوناء الأخيرة هل يمكن لهذه الإضرابات أن تضغط على الحكومة الألمانية لتخفيف على الأقل يعني لتخفيف هذا الدعم المتواصل المقدم إلى أوكرانيا يعني لا يمكن أن ربط مباشرة بين العمليتين لكن استمرار هذا يمكن أن يؤثر على الناخبين لكن الآن بما أنه ليست هناك انتخابات الحكومة لا ترشين أعتقد أن الحكومة ستستمر في دعمها لأوكرانيا يعني هذا الدعم ليس مالياً فقط وإنما يعني يشمل المساعدات العسكرية أيضاً التي قدمتها ألمانيا لأوكرانيا والمفاوضات هنا يعني تتم بين شركات خاصة وبين النقابة يعني الحكومة لن يؤثر كثيراً على موقف الحكومة لكن لو كانت هناك انتخابات مقبلة خلال أشهر خلال الصيف القادم على سبيل المثال ربما يعني لا كانت الحكومة قد تدخلت وتغير الموقف لكن الآن يعني لا أعتقد أن الحكومة ستتأثر بذلك نعم من مدينة بونر ألمانية السيد عارف جابو الكاتب الصحفي والمحل السياسي شكراً جزيلاً لك كنت معنا عبر خدم السكايب شكراً جزيلاً لك